صاروه يا كواتفوكس أمدولكم مقطع جديد اليوم راح نقوم بفوكس كرافت حلقة جديدة الحلقة هذه يعني حولنا عالمنا الى 1.18.1 وبنفس الوقت راح نسوي افضل فارم للزومبيفايد بيقلن عشان نجمع قولد و اكس بي و حركات و اشياء كثيرة رأيكم اشتركوا و اضغط الاشتراك لنا باقي قليل على المليونين يلا خلونا نبدأ وبعد غياب طويل راح نحول فوكس كرافت الى 1.18 و اهلا و سهلا للعالم صار 1.18 الكوف الجديدة الان موجودة بتحت الارض وبنفس الوقت نستكشف كل العالم و نعيشه عالما جميلا رحيم ما في لايك ما في اي شيء اول شيء بسويه بستكشف الكوف الله شوف المزرعة كيف صار من متالة سويت هذا كله خلونا نقطع اللحم والخبز يبين لنسوي مزارع والله بينكم و ادي سوي فارمات عادية مثلا اقوى فارم في مايني كرافت تصنع لك الخبز المائي اقوى فارم تصنع لك الجهاز الاساسي و هكذا يعني والصراحة الى الحين الجسات ما رتبتها ما ادري ليش ما احب ارتب الجسات هو انا الوحيد اللي ما احب ارتب الجسات ولا بس انتم يا جماعة ولا بس انا لحظة اماش قلت قبل شوي لانا انا الصراحة ما احب ارتب الجسات يا اخي زاج طبعا عندي دايموند و عندي كل شيء بس اليوم رح ندخل الى الديب دارك و عندي فكرة بالي ان اسوي اه مدخل او مكان الى الاند البيومات الجديدة شون ياريت فوكس شفتوا هذا الدرج احنا على اخر ارتفاع كان 34 لكن ارتفاعات الجديدة رح تكون تحت الارض كثيرة فلذلك رح اسوي ارتفاع تحت الارض يوديني الى الكهوف الجديد و نحط المنتسبين القديدين علي جابل او قابل والله ما ادري 28 و كينغي جيمينج بلاي اهلا وسهلا في حوض الاسماك البرية والمنتسبين شوف 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 والله كلهم مستنسين واضح شوف هذا مبتسم شوف واضح انه اوه مها مبتسمة ما شاء الله تبارك الرحمن رح ننزل تحت ونحفر الى الكوف الجديدة ايه الارتفاع 16 حاليا اقتربنا الى عالم الالوان اقتربنا الى الكوف الجديدة يا حبيبي هيا بنا هيا بنا لقىنا الكيف لقىنا الكيف جيب جيب الأغراض، جيب جيب اليوم راح نسك نشوف الكوف العاتية وندور الأزيلية ابدور على ما بي.. مو ما بايوم الدروبستون دام اليوم في معلومات عن الدروبستون أو أمس كانت يعني بجرب الحين واجيبها شوف، 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 قيل لكم يا جماعة هلا بالدايموند الحلو، هلا بالدايموند الجميل هلا بالطش والرش هلا هلا بالزين هلا بالزين هلا ما راح أتكلم، ما راح أتكلم راح أسكت وراح يكسر بس خلاص يا جماعة، نص الساك دائما خلال خمس دقائق يعني مش أعلم كذا ردستون أحتاجها، خلنا نجيب ردستون يمكن أحتاجها حق القولد فارم اللي بيسويها اليوم 36 حب، خلاص كافي والله كافي موت موت والله ودي أسويه بإندكيتر فارم اللي هي الإمرالد فارم بس للأسف ما عندنا قرية لقيناها ومكان يعني الصراحة أنا أولا مرة بحياتي سويت فارم لكن اليوم راح أعلمكم عن فارم مرة خرافية أوكي خلونا نروح الآن إلى عالم الألوان ونستكشف ونستانس يا أسوي نفسي ما أدري عنهم ولا أدورهم ورح ألاقيهم على طول والله عارف ماينكرافت كذا نظامها كذا أسوي نفسك ما تدري عنها ولا تبي سلاحف أصلاً ما أبي سلاحف، وش أبي بسلاحف أنا؟ ما أبي سلاحف، ما أقل تبي سلاحف أنا؟ أنا كل اللي بي بأتمشها بس عسكشف المناطق أصلاً يوانا التعاب نخالا أيها لقيني البحر أتوقع تكفى يا البحر يا أخي تكفى طلع لي يلحم والديك البحر يا أخي تكفى يا البحر أبي بس بحر عشان نلاقي جزيرة أخيراً، أخيراً بعد قياب طويل لقيني البحر، لقيني بحر أخيراً هذا مو بحر، شوف البايوم اسمه فوريست إيوه هذه جزيرة...سلح فوق، تعال 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 ح Plan وقت تزاوج تعالوا تعالوا سلاشة في النيجة يا خيراً سلاشة في النيجة يا ايال يلا تزاوجوا إيوه حبوا بعض حبوا بعض حان وقت الان ننتظرهم يدفنون البيض ونسرق بيضهم يبي خلاص، بيض بيض يلا بيض ييه ييه روح يا شاطر، روح بيض يا حبيبي شوف شوف قاعدت حفري، حفري 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 يا قلبي حفري ايوه باضت باضت ايال باضت بس بيضة واحدة ليش اووو باضت كثير لس جو والله شاطرة يا اخي حلو حلو بيضة كل فترة بيضي حلو 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 هاذ وشو كل ثاني يحبون بعض طيب بندخل اللذر وبتجمع ماقمة كيوب كثير او ماقمة بلوك عشان نسوي منها الفارم نحتاج تغريبا 600 بلوك و احنا حاليا ما عندنا اصلا الا تغريبا ستاك يعني لازم نجمع تشست كبير في كل شي يلا بنا دخل النذر طبعا طريقة تجميع مرة بسيطة وسهلة لازم ندور على بايوم الويست شوفنا ذولي الشنكات لازم اروح لها هاذا تجمع منها الماقمة كيوب او ماقمة بلوك حلو حلو راح نسوي افضل قولد فارم باذن الله جميع الموارد راح يكون مرة حلو و راح يجبكم ان شاء الله ونروح البيت طبعا جمعنا الان اول مواردين اللي هو الماقمة بلوك والبيوت الان باقينا هوبرات كثيرة بالنسبة لازم نجيب لنا لادرز كثيرة ولازم نجيب لنا اي بلوكة يعني فهذا كل الماقمة اللي عندي اوكي الاحيان نحتاج هوبرات ما ادري كم هوبر بس نحاول نجيب كمية كبيرة نحتاج تغريبا خمسين هوبر اوكي الهبرات الهبرات تحتاج تشست بعد لا ننسى خمسين تشست يعني نحتاج تسويه يهي خلو نجمع خشب بره ليش عنا كل ثاني ادور على الجسات خمسين تشست طبعا عندنا شجيرات كثيرة اللي نجمع منها الخشب كيف ياخي الناس يسوون فارمات وما يتعبون يا حطيتم هنا كلهم ساند كثير طبعا هذا الشلكر حيق الفارم بنسوي فيه الفارم والاشياء بوركم اياه بعد شوي فلازم نسوينا ستين تشست عشان نسوينا افضل فارم راح تعرفونها اليوم باقي بعد أربعين تشست يعني هذا الفارم راح تكون مرة حلوة خصوصا البيقلن اذا اتوقع يطلعوا لي اكس بي مرة كثير اكي اه توقع خشب هذا كافي والله ما ادري انا جمع خشب لين ما نسوينا الجسات كلها ستين تشست لا تشست ولا تشستين خمسين تشست باقي عشر تشستات بعد بس كذا جمعنا الساند كلها بس خلنا نجمع زيادة وجمعنا القلاس احنا كنا نبي كم ستاك كنا نبي ثث ستاكات فجمعنا اربع ستاكات تغريبا فشي حلو خلاص تغريبا موارد الفارم خلصناها الان بس ندخل النذر نبنينا وكسرنا الريدي فخلنا نروح وصلنا للسقف ايوه لازم ندوره على 127 127 وين بالضبط ما ندري بس خنشوف ايوه هذه هي هذه اللي نبيعنا والان بسم الله الرحمن الرحيم ايوه سويتها وشيش صعدنا الى سقف الامنيات اخيرا سقف الامنيات طبعا قبل لانسوي البوابة او نسوي الفارم لازم نروح حق المكان البايوم هذاك حق الزوم البقلن ها نذر ويست هذا البايوم فاوكي راح نجيب جستات اوكي بالبايوم حق النذر ويست ورح نحط واحد اثنين ثلاثة اربعة هذه تغريبا اربعة خمسة وبعين عبي ستة فوق ايوه بعد ما نعبي هذا كله نعبيها الان بالهوبرات فنجيب هوبرات خلنا نحط الغراض ما له داعي هذه جيب هوبرات الحين كله نعبي هوبرات كل جهتها على مد الطريق بعدين راح نعبي اربعة واحد اثنين ثلاثة على جهة هذه كلاهم اربعة نمني اربع و عشرين يعني ارتفاع فوق واحد اثنين ثلاثة اربع خمسة ست 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 اوكي اربع عشرين هنا ارتفاع الاربع عشرين هنا راح نبني المكما ٧ بحط له مكما ٢١ واحد اثنين مكما ٧٠ واحد اثنين مكما outcome ايضا اوكي بعدين نحط كل جهت بلوكتين بعدين حوالينها راح نحط الماقما بلوك زي كذا شوفوا ايوه زي كذا الان نكسر التمبراري بلوك هذي خلصنا من هذي الان بعدين راح نجيب تراب دور ونحطهم زي كذا حطهم على حوالين البيضة وايضا كل واحدة من هذولي ثلاثة بلوكات هنا ثلاثة هنا ثلاثة هنا ثلاثة عشان اي طريقة ما يحاولون ان يروحون للبيض ويكسرونها وايضا بعدين بنعبي من فوق تراب دورز نشوف ايوهه ثكرها على طول اوكي راح نحط بلوكتين بيان نحط فوقها قلاس ونعبيها كلا من كل الجهات الان ثلاثة بلوكات من كل جهة ونشيل اللي فوق البيضة لان لازم بلوكتين هو permanently فوق البيضة ان شاء الله ما تتكسر البيضة اهم شي او وبنحط الان لقلاس الان لقلاس لازم حطها هنا نبدا ثلاثة بلوكات على كل الجهات وايضا ثلاثة بلوكات هنا طبعاها هذي ما راح تف lashطة والله متعبة ترى الفارم مره متعبة حينا حس اني تدهورت كثر الفارم اللي قا سويه تغريبا كذا خلاص الان بنحصل للغولد حقنا بس يرسبنون البيقلن او زومبيفايد بيقلن سوينا كل شي خلاص حينا بس بشيل البلوكات اللي مالها داعي بنزل تحت انا مسوي دور واحد نقلل سوي ادوار كثيرة ترى بس ما عندي موارد كافية فبكتي فيه بدور واحد طيب يلا ننتظر نشوف انا هي المفروض تشتغل ترى هي ارتفعها 24 تغريبا فهيا بنا هيا بنا تخيلوا لو كان عندنا ادوار ثانية بتكون مره واو الفار ترى ايوه راس بنو شايفين والله مره خرافية وعلى طول يطيحون طب القولد يتعبه هنا فبتلاقي شسات قولد مره كثيرة لو ننأفك بهالمكان بتخيلوا النقعة 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة ولو عبينا الليارات كلها هاده بيكون شي خرافي فبنعب الليارات بالمرهات القادم ان شاء الله او خلف كواليس بسويها كذا مره كامله صير شي خرافي اوكي وكذا يا جماعة خلصنا مشروعنا العملاق هذا اول مره اسوي فيها فارم لكن يا جماعة نسيت اذكركم شي لازم تصعد على ارتفاع 255 وتبني بلاتفورم لين النص غريبا شوف كمية الزومبي او الزومبي فايت بيقلن اللي قاعد يرسبنون وحاولوا تكون في النص بالضب عشان كذا هنا توقف وتأفق لي شاريت فوكس لان ماينكرافت نفسها لما يترسبن الوحوش ترسبنون على شكل دائرة فلما تتوقف كذا راح يرسبنون اكثر واكثر واكثر شوف ما راح يوقفون حرفيا فهذه افضل زومبي فايت بيقلن ممكن تسويه بحياتك ركزوا على عدد الزومبي اللي قاعد يرسبنون شوف 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 حتى ما قبل كيوب قاعد يرسبن شوف يعني يموتون راح يرسبنون وراءهم زيادة شوف خلونا ننزل تحت وانا افكت تقريبا دقيقة دقيقتين ما ادري كم دقيقة شوف الكمية فخلونا ننزل ونشوف كمية القولد اللي طلعتلي كمية مرة خرافية شوف يطيحون على طول يموتون شوف شوف مساكين 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 بعد نفتح الجستات راح تلاقي قولد بالهبل طبعا لازم نأفك شوي لانهم لحد الان ينزلون شوف قاعد ينزلون من الهوبرز فشي مرة خرافي وفارم مرة خرافي فلا تسألوا لايك واشتراك ومشترك لو تبون فارمات اكثر واشياء اكثر بفوكس كرافت قولولي بالكومنتات قولت اني اسوي كذا ميكس جديد وبس نراكم على خير مع السلامة